السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد تعالوا نشوف هنعمل ايه روتيني لغدى بتاعي النهاردة انا معايا صانية ومعايا حلة حطيت هنا حبة زيت وهنا برضو حبة زيت لو عندي كسامنا بتستخدميها عادي لكن احنا بنحب نحط زيت عافية وده بصل انا مقطعه على ايدي يا جماعة حطيت هنا حبة بصل والناحية التانية برضو هحط شوية بس هنشوف هنحطهم امتى اول ما زيت بتاعي يسخن هشوف هعمل ايه في الصينية دي انا حطيت الحلة وحطيت فيها البصل وبدأت ان انا اقلب علشان تبال معايا لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان ينصلكوا كل جديد انا النهاردة هعمل لكم صينية بطاطس صينية جميلة وسهلة لازم هنحط الملح يا جماعة عشان البصلة تتبال معايا وبعد كده هحط البطاطس وهبدأ اقلب البصلة طبعا هتاخد من البطاطس هتاخد من البصلة طعم وكده انا في الحلة التانية هعمل كباب حلة حطي سخنة الزيت وبعد كده هبدأ بان انا هحط كمية اللحمة بتاعتي اللي معايا غسلتها وصفتها كويس وبدأت حطها في الحلة هخليها تنزل المية كلها اللي فيها بس قبل ما حط لازم اول ما حطها اتبالها دي بهارات معلقة بهارات مشاوي يا جماعة ودي معلقة فلفل اسود وهنا برضه حطيت فلفل اسود على البصلة معلقة طن بودر وبصل بودر برضه في الناحيتين حاجة بسيطة كده زيتة شعيرة يا جماعة بتدي طعم وريحة وتساعد جدا في التدبيلة بتاعتنا هبدأ ان انا اقلب واللحمة هسيبها لغاية ما تتصفق ملون هيغير والمية اللي هي فيها هي هتنزل المية بتاعتها مش هيبقى فيه ميا نهائي يعني زي ما يكون هتسوي نفسها شبهن هي بتسوي نفسها وبعد ما لون هيتغير المعلقة دي مش مساعدة غير في البصلة هجيب معلقة كبيرة هناك وبعد كده الحلة دي اصل لها ماسك علشان بتلسع هبدأ ان انا انزل بالبطاطسة على البصلة آآ صريص البطاطس يا جماعة ممكن تسويها من فوق عرب تجاز لو ما عنديكيش فرن آآ او الفرن فيه مشكلة ممكن تسويها من فوق وممكن تسويها من تحت عادي يعني بدأت آآ بدأت اللحمة لون هيتغير زي ما احنا شايفين اهو بتدي شبه ان هي استوت كبيرة الحلة دي اآ يا جماعة طعمه جميل جدا ان شاء الله تعجبكو الطريقة والوصفة وتجربوها هبدأ ان انا اقلب البطاطس مع البصل وبعد كده هجهز عصير الطماطم بتاعي وهنزل بيه على طول لو عندك مكعب مرأ الدجاج حطيه برضو بيدي نكهة وطعم جميل حاب تشطى لو انتي بتحب الحاجة حراءة شوية او سبيسي برضو بتدي طعم تاني في طاجن البطاطس ممكن تعملي طاجن البطاطس وتحط عليه اللحمة يستوي منه فيه في الفرد برضو طريقة سهلة وبسيطة ويعني لو كل يوم كده تغير وتعملي حاجة لولادك وتعملي حاجة لبيتك مش هتخسري حاجة هبدأ ان انا اقلب اهو آآ والبطاطس حطيتها على البتجازة الناحية التانية هي اول ما هتغلي كده وتبدأ ان هي تغلي معي هحطها في طاجن فخر وادخلها الفرن تاخد بس آآ شكل من فوق وخلاص شايفين كأنها استوت تماما يعني شكلها كأنه استوى شايفين اللحمة هنزل بقى بالبصلة هقلب تقلبتين واغطيها واسبها لا هتحطي ميا يا جماعة ولا هتحطي اي حاجة حطينا التدبيل حطينا التوابل التوابل بتاعتنا ونزلنا باللحمة والبصل وكل حاجة تمام التمام بعد كده هسيبها مع نفسها اللحمة هتنزل الميا بتاعتها والبصل وهيسوي بعض وبعض ما ينفعش ان احنا نحط اي آآ ميا ولا اي حاجة الملح بقى هنحطه قبل ما تبدأ ان هي تستوي قبل ما هي يعني خلاص بقى على وشاك ان هي تستوي هبدأ ان انا املحها لما تبقى نص سوى يعني عشان ما تاخدش معاك وقت لما تملحها من دلوقتي تاخد معاك وقت ان هي تستوي طريقة سهلة وبسيطة وبإذن الله تعجبكم هبدأ ان انا نقلب البطاطس وبعد جده هسيبهم البصلة دي بلت معايا هقلب تقلبتين لازم يا جماعة علشان اللحمة اكتر عرضة وكابل الحلة ده اكتر عرضة ان هو يشيت من تحت فلازم ايدنا تبقى فيه بعد كده لما يبقى على وشك ان هو يستوي هوطي حاجة بسيطة معايا حلة تانية حطيت فيها حبة زيت آآ زيت عافية يا جماعة بيبقى زيت آآ خفيف جدا وبيبقى كويس يعني البطاطس بتاعتي بعد ما تسبكت كويس انا حطتها فطاج ومفخار الناحية الثانية زي ما احنا شايفين قدامنا وبعد كده هدخلها الفور انا آآ حط الفخار بس مش حطها على النار يا جماعة انا هوريكو الصانية اللي انا عملتها اهو حطيتها فطاجم فخار انا حاليا دخلتها الفور آآ هعمل رزب شعرية حطيت حبة شعرية وهبدأ ان انا اقلب علشان تتحمر معايا كويس طريقة سهلة وبسيطة وهده سريع وجميل وبعد كده غسلت كمية حبة رز على قد ما انا عاوزة آآ وبعد كده نزلت بها على الشعرية وهبدأ ان انا اقلب بعد كده اجهز الماء السخنة بتاعتي علشان انزل بها على الرزب الشعرية اه الماسك بتاعي الحلة آآ استراميك عمال ان هو يقع وكده بس علشان انا ما بعرفش همسكها كده علشان ما فيش يد زي ما احنا شايفين هي ليها مسكات بس حطيت مية تغلي علشان انزل عليها بالرز آآ مقعب مرأة علشان انا ما عنديش شربة حاليا فحطيت مقعب المرأة وبعد كده هنزل بالمية المغلية دي اكلة سريعة آآ جدا وآآ وبسيطة لو دخل عليك ديوب فجأة يعني واحترتي ان انت مش عارفها تعمل ايه على طول تجم بطاطس والرزب الشعرية وكباب حلة الحاجات دي مش مكلفة آآ وسريعة وهتوفر عليك وقت ومكهود زي ما احنا شفنا حطينا حلتين حطينا هنا بصل وحطينا وعملنا حساب الكباب كباب الحلة في البصل آآ وزي ما احنا شفنا الطريقة سهلة قدامنا وبسيطة والبهارات متوفرة في اي بيت برضو والبطاطس متوفرة في اي بيت آآ اعمل للاكلة دي الاكلة دي جميلة كباب الحلة حلو جدا في الشتاء آآ حاجة كمان آآ دايما تنوعي وتعملي حاجات جديدة وحاجات آآ كتغيير يعني وكده انا كنت هنا عاملة على البوتاجاز صلصة ما فرز فيها صلصة فالبوتاجاز نلتل عليه حاجات كده بعد ما هخلص على طول هخسله ادي كباب الحلة بدأ ان هو يستوي شايفين الدخانة ما شاء الله شايفين شكله طحفة ما شاء الله بالفة هنا يا رب آآ ما تنسوش ان صنعت البطاطس في الفرن حطيت افتاج من فخار ودخلت الفرن اول ما هتله حصورها لكم بازن الله المية غلت معي هنزل بها على الرز بتاعي واول ما هتغلي آآ اول ما هيغلي الرز هبدأ ان انا اوطي عليه آآ عيون ربوتاجاز عندي بتهابهب يا جماعة آآ ودي مشكلة آآ مش عارفة فين بصراحة فباذن الله هجيب لها هجيب واحد يشوف العيب فين هي النهار ده بدأت ان هي تهبهب معي زي ما انتو شايفين النار عالية آآ وانا مشغلة العيني الكبيرة عشان العيون التانية بتهبهب آآ وطيت على الوطيت على الرز واد اللحمة معي استود تماما راحتها طحفة جدا وطريقة سهلة وبسيطة وجديدة برضو يعني كل الناس بتعمل اللحمة مسلوقة وكده ودي طريقة جديدة شايفين اللحمة خلاص استود واد الرز كمان انا هو بابدأ اوضع عليه تاني ادي صنعت البطاطس بعد ما طلعت من الفل ما شاء الله طحفة شهية جدا وشكلها جميل ادي الرز بتاعي وادي كباب الحلة بعد مستوى تماما وخلاص انا حطيته في الاطباق عشان التقديم ادي كباب الحلة حطيته في طبق مستطيل شايفين شكله ما شاء الله شكله طحفة ما تنسوش تشيركوا في القناة وتفعال الجرس عشان يوصلكوا كل جديد شكرا جدا للمشاهدة ومستنياكم فدي جديد بازن الله مع السلامة شكرا جدا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة